لكن هناك بعض الأدوية التي تحتاج إلى المشتاقات الدم نرى أن الومينوغلوبيلين يعملونها من البلازما الومينوغلوبيلين يعملونها من 3,5 مليار دورو يعني رقم هائل ونحن في الجزائر نستورد قاعد الومينوغلوبيلين نستورد حتى الالبومين لماذا لا نعمل من البلازما؟ نرى مئات الالف الجزائرين يتبرعوا بالدم بتاعهم سنويا وهذا للأسف الشديد لما يتبرع بالدم من البلازما نرموه لماذا لا ترى مع وزارة صناعة والإنتاج الصيدلاني ووزارة صحة أنه نريكوبروهم ونخدمو بهم لأنه يتكلف الميزانية الدولة جهد كبير يعني أشاطي لك الرأي لكن هذا السؤال يوجه أكثر إلى وزارة صناعة الصيدلانية ووزارة الصحة أكثر من لكن لا لكن ليزيمينوغلوبيلين ولالبومين نستعملهم أكيد يعني حتى من بين المرسم الرئاسي يقول لك محاربة وكيفية الندرات الأدوية يعني بعض المرات أكيد وكذلك إلى الوكارة الوطنية كان ضغط كبير عالمياً على لزيمينوغلوبيلين يعني كان ندره عالمياً لكل خدمة استقلالية استقلالية وهذه في إطار سيادة سيادة صحية أمر بها سيد رئيس جمالي ممكن نقدم هذا الاكتراع على أسس أنه لأن الآن فيه بعدة مصانع اللي رأي تشتغل على الدواء السرطان لما لا تكون الموجه إلى إنشاء هذه الخصوصية الخاصة واللي منها كما قد نقضع على مشكلة ونحافظه على الصحة المواطنة